النصوص القرآنية قاطبة عامة ودلالة العام إما دلالة يقينية أو ظنية الغالب عند الحنفي إذا خصص منها فلذلك لما رب العالمين يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم حينما يقول وفي أموالهم أموال جمع ويضاف إلى صيغة عام كما يقالوا حتى ليست مطلقة وإنما عامة فهذه العموم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم طبق ما كان موجودا في عصره ولم يكن معقولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في إجارات مش موجودة يعني إلى أصل قريب في بلدكم العزيز مغرب كان هناك في بلدنا كذلك في الخليج وفي العراق لم يكناك فندق ولا شيء ولا أحد يستأجر إلا نادلا وبالتالي اليوم أصبح فلذلك يعني هذه العمارات الشاهقة أليست أموالا؟ طيب لابد أن تجي فيها الزكاة إما أن يكون في أصولها أو أن يكون في فروعها أما أن يهمل الأصل والفرفة هذا مخالف لهذه النصوص العامة وأكبر دليل على ذلك أن الحبوب لماذا نحن قسنا في الحبوب ولا نحتاج للقياس أنا عندي كتاب إن شاء الله في قضية يعني علم أصول فقه بما يحقق وينتج عقلية فقهية يعني عام شاملة كلية وليست عقلية جزئية طيب الآن حتى لو فرضا قياس طيب الآن ما كان شيء موجود في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الأرز ما كان شيء موجود ما كان شيء هناك ذرة ما كان شيء موجود الفول ما كان شيء موجود طيب ليش تجيب فيه الزكاة بالاتفاق ليه لأنه إيش الفرق بين هذا وذلك؟ هذا مال وهذا مال أنا أقتق هذا الذي أنا إن شاء الله في كتابي هذا قلت لماذا نحن نلجأ إلى القياس ما نحتاج إلى القياس هل دلالة القياس أقوى من دلالة العموم؟ أبداً ما أحداً من العلماء أنفسهم يقولون لا شافعية لا مالكية ولا حنفية ولا شافعية ولا حنابلة يقولون بأن دلالة العام أضعف من دلالة القياس أبداً فلذلك إحنا عندنا هذا العموم حتى في كثيم الأشياء اللي إحنا قلنا أنها قياس ليس قياساً لماذا أنا أحتاج حتى في الخمر إلى قياس والنص الرسولي يقول لك كل مسكر خمر حتى لو ما قلنا إنما الخمر كما قال سيدنا عمر قال الخمر ما خامر العقل لكن حتى لو ما قلنا لغوياً حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر عام فلذلك جمعت الآن عموميات القرآن الكريم عموم القرآن الكريم وأغنتنا هذه الآيات العامة عن كثيم القياس أنا أبكي القياس أحترم القياس لكن إذا عندي عموم ونصوص لماذا الجيد القياس؟ ترجمة نانسي قنقر